رفض يصرف عليها بيدربها ضرب مبرح بيعزبها كانت حامل وهي عندها قنصر وهي عندها سلطان ستة لما راحت محكمة الأسرة قالت هي حزنة لأن جزها تعد عليها بعد جوازهم بتسع شهور وكانت حامل في الشهر الثالث أو الرابع فسقت ما رحمهاش ما كانش بيرحم توسلتها لي وهي مريضة سلطان كانت بتروح معهد الأورام لوحدها وتتعالج وما كانش بيسأل ما راحش معاها مرة واحدة دي قلة الأصل بعينها بقى يعني دي قلة الأصل بعينها أنا عاوز أقول أو أسأل سؤال بس بعد ما أقول لكم المصيبة اللي ارتكابها تاني هو ما استناش بعد ما أصيبت بالسرطان تعد عليها وضربها ضرب مبرح وعزب وسقطها وكانش بيروح معاها معادة الأورام أثناء علاجها وما صرفش علاجني لأ راح اتجاوز على فرشها فرش وفرشها ولما سألوها اللهم لا أسلجا لها سرطان يا راجل دا انت قدت ممكن تعمل صواب لله لأن أحيانا اللي بتلاقي اللي ادهولك ربنا يعني أحيانا دا يبقى نعمة من عند ربنا يخفف الزنب لأن ربنا عمره وبيعمل غلط ربنا كان يرحمك إذا ما قدتش تقف مع زوجتك في هذه الظروف وبعد تسع شهور جواز لا ورايح كمان تجرحها وتتزوج عليها وتتجاوز عليها فهي طلبة الطلاق مش عاوز يطلقها ليه مش عاوز يطلقها ليه عشان ما تاخدش المؤخر والعافي شفت الجبروت بتاع الرجل عمركو شفت بصراحة شديدة يعني ان احنا انا محرر حواصل قضايا من زمان من سنة 2000 مثلا واحد مثل هذه القضايا او مثل هذه الجرائم انا بسميها دي او بطلق عليها الجرائم الانسانية ما كناش بنشوفها قبل كده ما كناش بنشوفها قبل كده انا عرضت قبل كده وقع الحقيقة زي ما فيه قلة اصل فيه وفاء سيدة زوجها كان مريض فشل كلوي فما كانش بيقدر يطلع كبري مشاه عشان تعدي تروح المستشفى كانت بتشيله على ظهرها وتطلع بو كبري المشاه عشان توصل جزها المستشفى والله كانت بتشيل جزها وتطلع بو كبري المشاه عشان توديه المستشفى يغسل كده زي ما فيه وفاء فيه قلة اصل واسوأ شيء في الدنيا قلة الاصل للأسف الشديد ده يرجعني واقول سوء الاختيار ده راجل مالوش امان ده مالوش امان لا يؤتمن فربنا يشفيها الحقيقة هذه السيدة ويعفو عنها وعاوز اقول ان لها ربنا سبحانه وتعالى اذا كان زوجها تخلى عنها وتزوج عليها وعزبها وضربها ضرب مبرح والدرجة ان هي الست سقطة تتحامل في شهر رابع لكن لها ربنا سبحانه وتعالى ربنا هو اللي يتولى امرها طيب هنخش بقى على الجزء الاخر من البرنامج احنا دي الجرائم الجنائية واللي تم تحرير محاضر بيها خشونة الرجبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية النهاردة احنا بنقول ان خشونة الرجبتين مراحلها الاولى التانية التالتة مراحل سهلة التعامل معها البلازمة الغنية بالصفاحة الدموية بتعيد بناء الغضروف يكفي ان المريد يقفهم انه ما عندوش حاجة خطر يكفي ان المريد عارف انه هو ان شاء الله في علاج انت مش هتخسر حاجة ولا فيه اي نوع من التعرض لأي خطورة الناس مش متخيلة النتيجة البلازمة بتعود مع الناس سنين لانها بنت الغضروف